بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام اهلا بكم اخواتي كل سنوات طيبين وحشتوني جدا هنبدأ مع بعض ان شاء الله افكار تجهزات السنة الدراسية الجديدة كل سنوات طيبين هنجهز كده شوية ديكورات مع تجهزات بسيطة ان شاء الله نبدأ كده ان احنا نعملها بخامات بسيطة عندنا وسميت بسم الله وبدأت فكرتي الاولى اللي استخدمت فيها رولات الكارتون دي بتاعت المناديل او الورق الفويل وبرطمان بلاستيك بالشكل ده هبدأ ان انا اغلفهم باستخدام الفوم واخدت كده مقاس المحيط بتاع البرطمان اللي عندي وزودت عليه من فوق كده حوالي واحد ونص صنتي وهمشي كل واحد ونص صنتي هعمل زي شريط كده وهقصها بالطريقة البسيطة دي هنا بعد ما غلفتهم بقى كده هما التلاتة استخدمت طبعا اللون الازرق في تغليف القطعتين الكارتون اللي عندي الرول واستخدمت معايا الفوم الابيض في تغليف البرطمان واخدت كده دايرتين حددتهم باستخدام سي دي قديم وهبدأ ان انا ارفها على بعضها بالطريقة دي علشان انا هسبتهم من فوق القطعتين اللي احنا عملناهم عشان احنا هنشكل معانا في النهاية منظم على شكل قلعة بدأت كده ان انا اسبت الجزء اللي انا عملته على شكل مخروط كده من فوق على الاستوانة اللي غلفناها بالفوم الازرق هسبتها كده من فوق باستخدامي لمسدس الشمع بالطريقة دي تقدري بقى ان انت تزينيها باي تزين انت حباه وتضيفي اضافاتك البسيطة المستطيلات اللي احنا قصناها من تغليف الجزء بتاع البرطمان استغلتهم بالطريقة دي وهبدأ كده ان انا احطهم ووزعهم على العمدان دي بالطريقة البسيطة دي بس كده يعني الشكل يكون بطريقة عشوائية علشان يديكي شكل احلى وده كان شكلهم لما ثبتت عليهم المستطيلات الجزء اللي بعد كده جيت عند الجزء الامامي اللي البرطمان وجبت قطعة بتلفون بالطريقة دي بس طبعا لو اخدت بالكو انا هنا حاولت انا اشوف طولها بحيث ان هو طولها يكون مناسب اقصر من البرطمان شوي وهعملها زي مدخل او بواب او واجه ها كده للمجسم بتاعنا وبدأت ان انا اتنيها من نص علشان اديها دوران بسيط كده يكون متناسب من النحيتين وهسبته عندي بمسدس الشمع بسبت كده الجهة وبعدين بسبت معها الجهة التانية اصدها بس طبعا انا بحاول بقدر الامكان ان المقسات تكون مزبوطة والمسافات عندي تكون كده متناسبة مع بعضها جيت بقى للخطوة دي ودي خطوة اختيارية يعني عايزة تعمليها او تستغني عنها دي يعني حاجة ترجعلك انا جبت كده معايا شريط الاستراس الكذاب وبخدت منه اصف واحد بس وبدأت ان انا احدد به الاطار بتاع البوابة بالشكل ده هستخدموا برضو معايا في القطعتين التانيين عملتهم كده على المخروط اللي من فوق بالشكل ده اخدت صف واحد بس من اللولي تقدري بقى تستغلي اي ستيكر عند اولادك او كتب او صور في مجلات الصورة دي كانت على جلادة كاشكول وانا حبيت ان انا استغلها وهتقدري بقى تعملي الفكرة وتنفيزيها باي شخصية اولادك بيحبوها بس الفيديو بتاع النهاردة كله بيدور حوالين الكارتون بتاع فروزن فانا هنا حبيت ان انا اعمل التلت افكار النهاردة بديكور كمان غير المنظمات ديكور في نهاية الفيديو ان شاء الله كمان يعجبكم بدأت كده ان انا اخد قطعتين من الكارتون ودعمتهم كويس لو عندك قطعة من الكارتون بتاعت نتيجة مثلا وتكون متينة كده تقدر ان انتي تستغني عن تثبيت قطعتين وتستخدميها هي لوحدها عملت كده دوران واستخدمت معايا البكرة بتاعت السوليتيب ممكن تستخدمي طبق صغير بتاع فنجان وتغذي بالدوران دو مش عندك البرجل وبدأت كده ان انا اخد الدوران واقص الكارتون هغلف الكارتون عندي بقطعة من الفوم اخدت مقاس الفوم بزيادة حوالي واحد صانتي وزي احنا كده ما متعودين بناخد اي حاجة نيجي نغلفها اخد دوران بنقص كده من الجزء اللي في دوران كل صانتي كده نمشي ونقص كده قطعة بحيث ان احنا لما نلف الدوران ده يطلع التقفيل معانا في التغليف كويس اخدت كده زي ما وردكم الجلدة بتاعت السكتش او الكشاكيل اللي عندنا القديمة نقدر بقى ان احنا نستغله في افكار جميلة زي دي وقفلت على القعدة بتاعت الشغل اللي عندي كله بقطعة من الجلدة وبعدين بدأت كده ان انا اسبت الاجزاء اللي احنا عملناها كلها حطيت كده المنظم وحطيت القطعتين بتوع القلعة كده من الجنبين هلزقهم واسبتهم كويس وطبعا هستنى عليهم شوية لغاية ما اتأكد ان الشمع برد والشغل اللي بقى عندي صلب مش هيتفك معايا فبالنسبة هنا للفيديو والتصوير طبعا انا مصرع الفيديو علشان وقتكم فيعني طبعا الخطوات دي بتاخد وقت شوية علشان تطلع معاك مزبوطة بالشكل ده هنا كان باقي معايا قطعة صغيرة من الفوم الازرق فاصلتها كده شكل مربعات وحاولت كده ان انا احطها على القعدة بتاعت الشغل ودي خطوة اختيارية برضو المنظم ده ممكن ينفع معاك دكور في قضة الاطفال مش شرط الايام المدارس بس ممكن يتحطي فيه الريموتس في قضتهم او يتحطي فيه مثلا ادوات بتاعتهم مثلا الادوات العناية الشخصية بتاعت اطفالك او كمان الادوات المدرسية زي ما انت شايفة كده المنظم شكله جميل جدا اتمنى يربي فكرته تعجبكم ويلا بينا على الفكرة التانية علشان نكمل باقي دكورنا النهاردة الفكرة التانية برضو بتدور نفس الموضوع ونفسي يعتبر اللي ستايل اللي احنا اغدينه اغدين طبعا معانا علبة بلاستيك صغيرة بدأت استخدمها كده كانت علبة كريم وبدأت ان انا اخد محطها والدوران بتاعها والطول طبعا واخدت زيادة شوية واحد سنتي وبدأت اقص من فوق الواحد سنتي ده بالطريقة اللي انتو شايفينها دي كل سنتي بقص بالشكل ده وبعدين هسيب واحدة واقص اللي بعدها هسيب واحدة واقص اللي بعدها طبعا دول انا المربعات المستطيلة دي الزرقة هي دي اللي استخدمتها في الفكرة اللي فاتت اللي زينت بيها في قاعدة الشغل او المنظم اللي عندنا اخدت بقى من نفس القطعة اللي كنا مستخدمينها برضو متبقية معانا من الفكرة اللي فاتت وزينت بيها الجزء ده جب تشوفوا معانا دي القطعة التانية من جلادة السكتش اخدت الصورة كده وفرقتها وبدأت ان انا لزقها على قطعة من الكرتون القطعة دي كانت كويسة جامدة عاملة زي كرتونت النتيجة كده فانا حبيت ان انا استغلها معايا واهم حاجة تكون القطعة دي صلبة كده ومتينة معاكي طبعا انا حبيت ان انا لزقها بالغرة وبعدين بعد ما لزقتها ونشفت مشيت عليها وقصتها وفرقتها جبت بقى قطعتين من الكرتون وبرضو لزقتهم مع بعض زي ما عملنا بالزبط القاعدة بتاعة الشغل اللي فات عملت بقى دي تلاتة مش اتنين عشان كنت عايزها جامدة كده شوية لان حاستين الكرتون ضعيف فبدأت كده ان انا اثبتهم مع بعض وبعدها بلزقهم بالغرة بحط عليهم حاجة تقيلة واستنى عليهم لغاية ما ينشفوا وبدأت ان انا اغلفها بالستيكر او ممكن تغلفها بالفوم هنا انا غلفتها بالفوم الازرق وكمان لفيت عليها كده من الاطار علشان اداري كل الكرتون لفيت عليهم مستطيل قصيته او شريط كده طويل من الفوم الابيض داير ميدور علشان الشغل اللي عندي يبقى نضيف كده والفينيش بتاعنا يبقى عالي هجيب بقى القطع اللي احنا اخدناها وفرغناها دي حددت كده العرض بتاعها على القاعدة اللي احنا عاملينها بس ادخلت شوية حوالي واحد سنتي وبعدها بدأت كده ان انا افتح بالقطع يعني خليكي مشي كده واحدة واحدة لان الجزء دا صعب شوية فياردت استخدمي قطر يكون اكبر من القطر المشرة اللي انا مستخدماه في الفكرة معايا ولحظي هنا ان انا بفتح ثلاث طبقات وهبدأ كده ان انا ادخل الجزء بتاع الصورة اللي احنا فرغناها وعملناها كخلفية ثبتها كده في الداخل وقفلت عليها وسنتها كده بقطع صغيرة من الفوم وبدأت كمان ان انا اسبت الجزء بتاع العلبة اللي احنا غلفناها وطبعا انا غلفتها كمان من القاعدة بتاعتها من الداخل حطيت فيها كده قطعة من الفوم بدوران وبدأت ان انا احدد رسمة اولف على قطعة من الورق وبعدين بعد ما رسمتها نقلتها على الفوم وهبدأ بان انا اخد قطعة الفوم اللي انا فرغتها دي وحطها على فوم يكون خلفية لها باللون الاسود زودت حوالي اتنين ميلي من كل اتجاه وكمان عملت حساب الادين وعملت كمان حساب الجزء اللي هم عميلوا من فوق كده كأن الشعر بتاع اولف طبعا بعد ما ثبتتهم مع بعض اضفت بقى شوية اضافات بالالم الفلومستر عملت كده الوجه والانف والاجزاء اللي بتبقى عاملة زي الزراير كده وبدأت ان انا الف قطعة صغيرة من بواء الفوم شريت صغير لفيته على مقاسي الالم وبعدين دخلت جوا الالم كده وثبته على دهر اولف من الدهر هنيجي بقى للجزء اللي هنثبت فيه الالم على المنظم احنا هنعمل كده حامل صغير تقدر تحط فيه الالم على المنظم بتاعنا على المكتب بدأت كده اجيب قطعة من الفوم بتانتها وقصتها بالورب بالطريقة دي ولما لفتها على بعض ادتني شكل وردة جميل ثبت جوا الالم الاول علشان ياخد الدوران كويس واخدت قطعة من الفوم عملتها بدوران الالم اوسع كده حوالي ميلي علشان اقدر ادخل فيها الالم بالشكل ده ده شكل فكرتنا كمان والفكرة القابلها وهم مع بعض كده طعم جميل ينقصوا بقى ديكور يكون لايق على الشغل الجميل ده هنعمل مع بعض شكل او مجسم اولف بفردة شراب قديمة ممكن تستغليها اهم حاجة تكون باللون الابيض وبدأت كده ان انا احشيها بالفايبر ممكن انت كمان تستخدمي قطن لو مش توفر عندك الفايبر وجبت كده عود من شيشة طوق وبدأت ان انا ستبته في المنتصف هاجي عند الجزء ده كده وهقوم ربطه بخيط او ممكن تعمليها كغرزة كده عشان تضمن ان هي ما تفكش منك وممكن تقفليها بالشمع بس طبعا علشان تضمني يعني تماما ان هي مش هتفك معاك ياريت تعمليها بخطوة ابرة بدأت كده ان انا اعمل اه دوران تاني انا هعمل تلات دواير قطعتين للجسم وقطعة للرأس في يعني يفضل ان يكون فردة الشراب اللي هتستخدميها طويلة شوية علشان تديكي شغل كويس وهتشوفي كمان اثناء الفكرة كده هيبان معاك اللي انا اقصده طبعا قررت الخطوة اللي عملناها اه تحت هنعملها كده في المنتصف وبقفل كده بالخطوة الابرة وانا هنا مستخدمة عود الشيش طووك علشان يدعم لي الجسم بتاع اه اولف وما يكونش ميل ويتنا معايا فيدوب قطعة اه بتاعة الشيش طووك دي او العود بتاع الشيش طووك اه طبعا هو بيخليلي المجسم اه ثابت وما بيتناش بدأت كده ان انا احط في الجزء الاخير والتالت ده الفايبر بالطريقة دي واي جزء محتاج كده اه زيادة اه طبعا بزبطه الاول كل الشغل بحدة المقاسات معايا في الاول قبل ما بقفل بالخيط علشان الاقي الشغل في النهاية متناصق كده المقاسات مع بعضها بتاعة التلت دوائر طبعا تقدري بقى اني انتي تشيدي كويس ومتقدري اني انتي تدخلي الخياطة للداخل اه او تزود فيبر او تقليلي طبعا دي يتبقى بالنظر ان شاء الله كده تبقى معاك سهلة هقفل بقى الجزء اللي فوق كده بالخطوة الابرة وعلى فكرة الفكرة دي هتعجبك جدا وهتشوفها في النهاية شكلها جميل قوي وهتفرق لو انتي حتى بتجددي كده في الكور الاوضة بتاعت اولادك اه هيديهم يعني احساس جميل وطاقة ايجابية جديدة في التاجير طبعا بيفرق جدا في نفسية الاولاد في يعني ياريت نستقبل بقى السنة راسية الجديدة دي كده بروح جميلة ونفتح نفسهم يعني على المذاكرة ان شاء الله بدأت كده ان انا احددت شكل كده واطبق الفايبر معايا بايدي بحاول ان انا بقدر امكان اوصل للشكل بتاع قلف وبتاع شكل الوجه فبدني كده من تحت وزي ما انتم شايفين بحاول ان انا ازبط الكرمشة او الضغط بتاع الفايبر وحددت هنا الشكل بتاع اه الوجه بتاع اولف والرسمة هحتاج منها ايه وهحتاج من بوائي الفوم او الجوخ اللي عندي ايه فكل رسمة كده كنت بحددها يعني اخدت كده الجزء بتاع الفم والدوائر الصغيرة الداخلية بتاعت العين من نول الاسود وكمان الجزء بتاع اليد والجزء بتاع الشعر كل ده هقصه من الجوخ الاسود انا مكنتش متوفر معايا اه الفوم الاسود فانا استخدمت عندي الجوخ فده بديل لده او ده بديل لده يعني انت تقدر تستخدمي الحاجة اللي متوفرة عندك اتمنى لو انت وصلت لغاية هنا في فيديو النهاردة ولسه مش مشترك عندي بالقناة يساعدني ويشرفني ان انت تشتركي بالقناة وما تنسيش تفعلي زر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة علشان يجيلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي بقدمة والمزيد من الافكار لتجهزات السنة الدراسية الجديدة ادخلي على القناة هتلاقي عندك قوائم تشغيل ادخلي على قائمة تشغيل باك تو سكول والادوات المدرسية هتلاقي افكار كتير ان شاء الله تعجبك تقدر ان انت تنفيذيها وغالبها يعني كلها يعتبر من حاجات عندنا في البيت تقدر ان انت تعملي لها قاعدة تدوير وتزينيها بكلفة بسيطة جدا وتصبح عندك افكار جميلة ان شاء الله تقدر تستقبلي بيها السنة الدراسية من تجهزات للكشاكيل من مقالم لتسطيرات للرسومات لتزين لافكار كتير جدا جدا يعني ان شاء الله هتعجبك وان شاء الله يا رب كده اكون دايما عند حصن ظنكم يلا بينا بقى نرجع لفكرتنا هنا بدأت كده الملامح اللي احنا بنجهزها كده تبان معنا اديني اخر حاجة كنت بعملها الحواجب هعمل معي بقى قطعتين كده للقدم زي قطعتين كده صغيرين على شكل بيضاوي بدأت ان انا نرسمهم كده زي بعض او نفس المقاس بالزبط وبدأت كده انا نفرجهم بالفوم الابيض وزي ما قلتلك تقدر تستخدمي الفوم او الجوخ يعني عندك حرية الاختيار مش هنقف على خامة معينة نبدأ بقى نجمع الاشكال اللي احنا عملناها دي هلزا بقى الجزء بتاع الشعر بالطريقة دي وبعدين هجمع بقى معايا الاجزاء اللي بقية علشان الجسم والشكل كله يتناسق مع بعضه خدي بالك هنا انا كنت ملتزمة بالصورة اللي انا كنت عاملة زيها بالزبط يعني كنت حطى الصورة قدامي وبجمع الشكل زي ما انا عملته او زي ما انا كنت رسمة فبجمع كده الطريقة دي بسيطة جدا تقدر ان انت الاول تجربي قبل ما تلزقي اي حاجة يعني شوفي الشكل الاول انا هنا كنت بلزق لان كنت خلاص يعني حفظت الشكل بقى وكل حاجة حطاها فين والحمد لله متمكن شوية فلو انت الاول مرة بقى هتستخدمي الفكرة دي وتعمليها او اول مرة بترسمي وتثبيتي اشكال وتقصيها تقدر بقى ان انت الاول قبل ما تلزقيها حددي كده الشكل مع بعضه عامل ازاي وبعدين ثبتي يعني حتى ولو بنقطة شمعة واحدة ايه وبعدين تتاكد ان المنظر كويس كملي بقى ايه تثبيت ثبت كده الوجه كله وبالكامل وكمان ايه ثبت كده معايا الجزئين بتوع اليد والجزئين بتوع القدم بقى هلزقهم بالشكل ده كان في مشكلة بقى عندي ان المجسم ده مكانش يثابت يعني كان عايز حاجة بقى وانا ايه بحشيه في الاول كنت احط مثلا بقول او ايه مثلا رمل ايه او ايه يعني يبص اي حاج او زلط او قطعة زلط صغيرة او حصة صغير اه كان منفروض ان انا احطه الاول في القاعدة وانا بحشي الفوم هنا انا كنت انسيت القطعتين اللي هيتثبته على الجسم بالشكل ده الدواير دي ثبتها كده بعد ما افتكرتها فجبت عندي هنا قاعدة من يعني قاعدة للشغل ده جبت قاعدة استخدمت معايا قطعة من العلبة اللي هي العلب بتاعت التونة وبدأت ان انا اغطيها كده دير من ميدور بالفوم وحطيت كده الحبات بتاعت السنوبر حواليها علشان يديني ديكور كده متنصق مع بعضه كانه تلج يعني وبعدين ثبتت عليها بقى من فوق اه قلف اللي احنا عملنا فزي ما قلتلك ممكن تستغني عن اه الجزء بتاع علبة التونة ده اه انا هنا بوضحه لكم ان ده ده اللي استخدمته في تثبتها اه علشان تفضل الوقفة تقدر بان تستغني عن القطعة دي او المرحلة دي بانك تحطي في الحشو في البداية اه اي بقول او زي ما قلت الكروز او اه مسلا اه حصى صغير تقدر ان انت تحطيه تثبتي بيه الجزء اللي احنا هنثبت بيه ايه المجسم اللي عندنا ده شكل فكرتنا كانت شكلها جميل جدا ومديها جوي ومبهج قوي كمان مع الاضاءة الهادية مديها شكل جميل ولما تحطيها كده على المكتب والمنظمات جنبها هيكون الفكرة كلها متنسقة مع بعض وديكور جديد وجددنا وبحاجات بسيطة كانت عندنا في البيت تقدر ان انت تستغليها وهتعملي احلى ديكورات لدي استقبال استنى الجديدة وكمان تغيير فقودة الاطفال عندك اتمنى الافكار النهاردة تكون سهلة وعجبتكم لو عجبتكم الافكار ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وشايروا الفيديو مع اصحابكم وانتظر قراءكم في التعليقات ما تنسوش كمان تدعو الاخواتنا في سودان وفلسطين بالنصر العاجل القريب ان شاء الله اترككم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته